اشتركوا في القناة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب السودان الكريم اطيبوا لي في هذا اليوم الاغر ان ازف حاطر التحايا والتهاني واعظم التبريكات لكم المواطنين الكرام على امتداد ربوع بلادي وفي المهجر ونحن نحتفل بالذكرى السابعة والستين لاستغلال السودان المجيد والتي تتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر الابية وبقدر ما تبعث فينا ذكرى الاستغلال المتجددة مشاعر الفخر والاعزاز نسترجع فيها نضال ابناء هذا الشعب الصادق وجهود المخلصين الشرفاء من الرعيل الاول صناع الاستغلال نحن نحييهم انما نحيي نضال الشعب السوداني خلال العهد الوطني على امتداد ثوراته الشعبية المتجددة في العام 24 64 85 وحتى 2019 مواطنين العزاء اسمحوا لي ان نحيي شهداء بلادنا الذين قدموا انفسهم قدموا انفسهم فداء لهذا الوطن على امتداد التاريخ كما نحيي الشباب والشابات بصورة خاصة وهم يمثلون جل الحاضر وكل المستقبل والامل المرتجى لاستكمال بناء الدولة والمجتمع فانني اشيد بدورهم البطولي والمحوري في انجاح ثورتهم العظيمة منبه الى ان هناك من يتربس بهم ويحاول تدمير مستقبل بلادنا من خلال ترويج السموم والمخدرات والافكار المطرفة وسطهم فواجبنا جميعا مجابات هذا الخطر مواطنين الكرام نعلم انجز في السودان منذ فجر الاستغلال وحتى يومنا هذا يبقى دون مستوى الامل والتطلعات الامر الذي يستدعي ويحتم علينا جميعا ضرورة توحيد الصف والكلمة ويستلزم التعاون والتوافق وان نتعاهد على نبزة الكراهية والعنف وان نتخذ من الحوار الجاد والموضوع وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات ونوحد الجبهة الداخلية لميابهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن مواطنين الأوفياء تحل علينا هذه الزكرة المجيدة وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة نتطلع فيها لتوسيع قاعدة التوافق السياسي حتى يمهد الطريق لخطوات أخرى مهمة لمناغشة وحصم القضايا الجوهرية التي حددها الاتفاق الإطاري لنضع جميعا أسس ومعايير تشكيل الحكومة وبرامج الانتقال التي تهيئ البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية مواطنين الشرفاء جميعنا يدرك الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتي تسببت في زيادة المعاناة على معظم قطاعات الشعب السوداني نحن نقدر هذه المعاناة نشكر شعبنا على هذا الصبر والصمود ونؤكد التزامنا الذي قطعناه في يوليو من هذا العام بخروج المؤسسة العسكرية نهائيا من العملية السياسية مع التزامنا بحماية الفترة الانتقالية استجابة للمطالب الثورية وضرورات الانتقال كما نرجو أن يتم تكوين الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستغلة وتكون برامجها الأساسية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية والعمل على استكمال بناء السلام وتحقيق الأمن والاستغرار وتهيئة البلاد للانتخابات مع توحيد اللحمة الوطنية وبهذه المناسبة نطلق النداء مجددا للإخوة الذين ما زالوا يحملون السلاح أن هلموا إلى الوطن من أجل السلام ولنتحد ونتوحد في ملحمة البناء مواطنين الكرام ظلت قواتكم المسلحة بكل تشكيلاتها والأجهزة النظامية الأخرى حارسا أمينا وضامنا لأمن وسلامة الوطن والمواطن أسمحي لي هنا أن أحيي قادة وضباط وضباط صف وينود قوات المسلحة قوات الشرطة لهذا الأمر والمخابرات العامة قوات الدعم السريع المنتشرون في ربوع الوطن الحبيب قبل أن أختم أذكر القادة الوطنيين والسياسيين من أن الفرصة التاريخية لتوحيد الصف ووضع أسس وحدة وبناء الدولة السودانية حصل عليها الشعب السوداني بعد تضحيات جسيمة فلا تضيعوها وليس أمامنا كثير من الوقت لننتظر تكرارها مرة أخرى فالإقصاء وتقزيم دور الآخرين وعدم الاستماع إلى مطالبهم وفرض الوصاية عليهم من فئات محددة من قطاعات الشعب سضيع هذه الفرصة وسيضع وحدة أمن بلدنا في خطر كبير نعطينا الشرفاء قتاما مجدد التهاني والتبريكات لكم جميعا بهذه المناسبة العظيمة وأزأل الله أن يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا ويجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا لبناء هذا الوطن العظيم إنه نعم المولى ونعم النصير وهو القادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة